احتدمت الخلافات داخل صفوف الحوثيين في صنعاء على أثر خلافات مالية وأمنية بحسب ما ذكرت تقارير جديدة من جهة أخرى اشترط الحوثيون التحاور مع الممثل الأممي الجديد البريطاني مارتن غريفتس الذي سيستلم مهامه مطلع الشهر المقبل بدلا من ولد الشيخ المزيد في سياق تقرير التالي كشفت مصادر سياسية عن احتدام الخلافات داخل قادة فصائل الحوثيين بين المجلس السياسي بقيادة صالح الصماد واللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي وأشارت نفس المصادر بأن الخلافات أخذت منحا أمنيا وماليا وأوضحت المصادر السياسية أن الصماد يسعى إلى توسيع مساحة نفوذه في العاصمة على حساب عبد الكريم أمير الدين الحوثي عن مزعيم التنظيم والذي يتزعم أيضا جناح السقور بالشراكة مع محمد علي الحوثي الصماد بدوره أصدر أوامر تحد من سلطة المشرفين على اللجنة العليا وتنهي نفوذهم في المؤسسات التي يدورونها الأمر الذي اعتبره أفراد محمد علي الحوثي محاولة للتقويد نفوذ عبد الكريم الحوثي إلى ذلك نقلت وكالة الأناضول عن مصدر لم يذكر اسمه قوله أن وفد الحوثيين رفض أي مفاوضات مع ولد الشيخ ونائبهم عن شريم كما عليها أن تجد أرضية مشتركة للتخفيف من آذار النزاع والجوع والمرض وزيادة الثقة بينها واشترط التفاوض مع المبعوث البريطاني الجديد الذي سيتسلم مهامه رسميا مطلع الشهر المقبل ميدانيا دمر التحالف العربي في محافظة الجوف مركبات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي متجهة إلى الجبهات التي تحتلها وأكد مصدر عسكري أن الجيش الوطني رصد المركبات التي كانت تحمل عيرة نارية وإمدادات لأفراد الحوثيين وهي في طريقها لتبة المهاشمة إحدى التبات التي استعادها الجيش ترجمة نانسي قنقر